تعتمد الدول النفطية على ثروة الذهب الأسود في اقتصادياتها حيث لا يزال البترول متحكماً في موازنة هذه الدول الكويت طبعاً يمثل البترول المصدر الرئيسي للثروة الوطنية فيها وطبعاً باتت مطالبة للبحث عن مصادر أخرى للدخل لتخفيف الاعتماد على الثروة النفطية مع تذبذب الأسعار يسدنا مشاهدين في حوارنا هذا أن نرحب بضيفنا خبير الطاقة والاقتصاد الدكتور مشعل السمحان للحديث عن أسواق النفط محلياً وعالمياً حياك الله دكتور معنا الله حياكم أساك الله أبو الخير أساك الله بالنور بدايةً شو توقع النتيجة؟ ريال وأطلتك ولا؟ والله أتوقع أنا أتوقع هو حديث ساعة أنا أتوقع ريال إن شاء الله رأي يفزون الله يسمع منك بس لا يزعون من البرشلونيات لو لازم يزعون إذن محمد ممكن؟ أي تفضل شكراً لنتخل في حوار النفط والطاقة وبداية وفي ظل تنوع مصادر الطاقة دكتور وأيضاً وجود النفط الصخري لدى الدول المتقدمة ما هو مستقبل الاعتماد على الثروة النفطية بالكويت؟ شوفي أنا أعتقد جميل أن أنت انطلقت من قضية مصادر الطاقة وأعتقد هو الآن حديث الساعة في العالم اليوم العالم لا يتكلم عن السوق النفطية اليوم العالم يتكلم عن سوق خليط الطاقة يمكن المتابع الأسواق العالمية يعلم أنه قبل فترة بسيطة أعلنت الإمارات استراتيجية الآن الدول تعلن استراتيجيات يسمونها استراتيجيات الإنيرجي ميكس أو خليط الطاقة اللي هم راح يتبنونها خلال 20 سنة قادمة فالإمارات أحد الدول الخليجية لا أشكر الإمارات لأنها هي دولة خليجية وأعلنت أن هناك راح يكون عندهم طاقة متجددة هي طاقة الشمسية وعندهم طاقة نووية وعندهم محطات طاقة تعمل على الفحم بالإضافة إلى النفط فأهم طبعا باختلاف النسب لكن الاستراتيجية واضحة يعلمون ما هو خليط الطاقة القادم الذي سوف تستخدمه الدولة للعشرين سنة قادمة كذلك المملكة العربية السعودية أثناء حديثنا الآن هناك ولي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة وقعد يعلن عن بعض الأمور الاستراتيجية ومنها هو خليط الطاقة مرة أخرى نحن في الكويت إلى الآن قد يكون موجود في الوراق وموجود في الدراسات لكن لم نعلن عنه بصراحة ما هو خليط الطاقة الذي سوف تعتمد عليه البلاد من الآن إلى 20 ثاتي فعلا عندنا موجود؟ نحن الآن نعتمد على النفط والغاز بشكل مباشر لكن هناك مشاريع طاقة متجددة لا نختلف تماما طاقة الشمسية صحيحة لكن محدودة لا نستطيع أن نعتمد عليها اقتصاديا لا نعتمد عليها اقتصاديا بشكل كبير ولكن هي موجودة يجب أن تكون ضمن خليط الطاقة ما هو المقصود بفكرة استراتيجية خليط الطاقة لكي تكون الصورة واضحة في الاستثمارات القادمة نحن نتكلم عن سوق الطاقة سوق الطاقة الاستثمارات فيه تصل إلى مئات المليارات وهذه الاستثمارات عادة تكون طويلة المدى اليوم وانا اليوم لا أستطيع أن أستثمر مثلا تقريبا وين بليون مليار وتوقع أن هذا سوف يحدث تغيير خلال ثلاث سنوات لا هذا لا يحدث في عالم النفط وعالم الغاز وعالم الطاقة ممكن يأخذ أنت تحتاج إلى وقت يعني أقل شيء تتوقع أنت بين خمس سنين وعشر سنوات عشان تحقق المستوى لذلك اليوم يعني حطفا على ما تفضلت فيه الأخت نجلة في البداية اللي هي يعني مصادر الطاقة ثم ربطتها بما يحدث في الولايات المتحدة الولايات المتحدة أعتقد الآن هي من أربك الأسواق يعني كانت الأسواق في حالة مستغرة لا هي مستغرة شكلا ولكن فيها خلل مع الذي حدث في الولايات المتحدة من ازدهار لنفط الصخري والغاز الصخري حمل هذا الهزة التي كانت محتاجة للأسواق لكنه يكلف يعني إلى الآن يقال بأن استخراج النفط الحجري يكلف جدا شوف نرجع أنت ترجع فينا الآن إلى 2014 أولا نبدأ القصة عشان المشاهد يكون معنا ممتاز إذا قصة أجل نبدأ القصة في 2006 2006-2007 كانت منظمة أوبيك تنكر أن سوف يكون للنفط الصخري والغاز الصخري أي تأثير على أسواق العالمية ومع الوقت بدأت هذه الصناعة تحدث تغيير وبدأت تأخذ مساحة جيدة في أسواق الطاقة إلى أن ازدهرت في شكل واضح في 2011 صار خلل كلنا يعلم خلل عالمي في أزمة عالمية في 2008 لكن مع هذا تداركت هذه الصناعة بعض المخاطر وعدلت من وضحها وبدأت بالازدهار في 2010 فانتغلت من خيال إلى واقع انتغلت من فقاعة إلى منافس فقط أمريكا الولايات المتحدة لا هي صناعة بشكل عام هناك تحرك كبير في الصين هناك تحرك كبير في أوروبا لكن الأشهر والأكثر إنتاجا حاليا هو ما يحدث في الولايات المتحدة فبدأت القصة من 2006-2007 إلى أن تطورت في 2014 مع تذبذب الأسواق الخلخلة الأسواق كانت متخلخلة لكن كانت تريد هذه الهزة لكي تظهر للناس هذا ما حدث في 2014 تم تراجع في أسعار النفط منظمة أوبيك كانت أمام خيارين إما أن نتحدى الأسواق أو نحافظ على حصصنا السوقية وكلنا يعلم القصة الشعيرة المساعي الوزير النعيمي في ذاك الوقت لدعم سياسة هو خيار في النهاية استراتيجية اليوم أنا لا أقدر أقول مثلا نوكيا أخطأت شركة نوكيا أخطأت في استراتيجيتها عندما لم تنتقل إلى السمارتفون في الوقت الصحيح هي اختارت استراتيجية في ذاك الوقت أن تعمل تلفونات متنوعة شيء حق اليهار شيء حق الكبار في جيم فكنت رؤيتها صحيح كل شيء لزبونة فأعتقد أن هذه هي الاستراتيجية الناجحة ثم وجد العالم أنه لا السمارتفون هو الاستراتيجية الناجحة كذلك ما حدث في أوفك كانت النظرة أن محافظة على الحصص والضغط على الأسواق سوف يحمي المنظمة وسوف تعود الأسحار إلى المستويات المطلوبة لكن هذا لم يحدث ما أصار جئنا إلى 2016 وجدنا نفسنا بعد سنتين مستمر الأزمة الأزمة مستمرة ما فيه في الأفق والمنظور القريب حلول واضحة للميزانيات أو أفوا مثل ما تفضلت أن هناك مواجهة صعوبة في كل موازنة سنوية تحدث أو تبدأ فيها دول المنطقة فكان الخيار تحول من الحصص لا الآن سوف ندعم الأسعار في قضية تخليص الإنتاج وجاء الإعلان الجزائر وهو كان يعني هزل الأسواق عندما أعلنت الدول أوبك ودول خارج أوبك بتخليص الإنتاج 1.8 الناس كانت تتكلم عن 0.8 0.7 الرغم كان كبير الرغم كان كبير لأن أوبك يعني جاءت بقوة خصوصا المملكة العربية السعودية وهي قوية قالت نحن ندعم تقليص إلى 1.2 مليون والسعودية تتحمل تقريبا 40% من هذا 500% وأقل 400% فهذه الهزة فعلا عملت على دعم الأسعار لكن تعديل هذا تقليص الإنتاج جاء من النفط الصخري والغاز الصخري لماذا أنا أذكر دائما النفط؟ الناس تقول دكتور أنت نحن نتكلم عن نارفش تنكر لأننا نتكلم عن مصادر طاقة والغاز مصدر والغاز مصدر مهم ويعمل إحلال اليوم هذا هناك خليط للطاقة أنا اليوم جزء من هذا الخليط حولته إلى غاز فيجب أن يحل محل النفط نفوط أخرى أو بالعكس جزء كبير حولته من النفط فيجب أن يحل محل غاز غازات متوفرة لذلك نحن اليوم نتكلم عن صندوق واحد نسميه صندوق خليط الطاقة نرجع إلى القصة الأساسية هي ما حدث هناك تقليص إنتاج من دول المنطقة أو دول أوبيك بإضافة إلى الدول الخارج أوبيك لكن جاءت الإنتاج من النفط الصخري والغاز الصخري بتوازي معه لذلك لم نحس اليوم نتكلم عن نفط الكويتي وصل تقريبا 49 نعم نتكلم تصار لنا فترة بين 52 وال48 47 دولار هذه الأرقام لا تخدم ميزانيتها ولا تخدم ميزانية سعودية ولا تخدم ميزانية فنزو ولا تخدم ميزانية إيران لكن الآن السؤال الأهم لماذا يعني النفط الصخري في ظل هذه الأسعار قاعد يزدهر الجواب بسيط ما حدث في 2014 هل نرجع إلى غضية 2014 وفكرة الاستمرار الضغط على الأسواق حفز هذه الشركات النفطية في أمريكا لكي تعمل ريفورم عادة تطوير للتكنولوجيا توفير الانتاج فعمل التقليص في التكلفة في البداية كانت هذه الأسواق أسواق النفط الصخري مربحة عن 70 دولار ومع الوقت نزلت إلى 50 اليوم يتحدثون عن 40 دولار ما سالفت لنا الانتاج يعني درسنا دائما يقولك بأن النفط الصخري سببه لا نستطيع أن نطلع لأن انتاج استخراجه مكلف جدا تغيرت التكنولوجيا تطورت تطورت وصار عندهم قدرة على التعامل إداريا حتى إداريا بدأوا يتعاملون مع هذه الحقول بطريقة أفضل يعني هذا سيهدد الآن الدراسات إخت نجلة تتكلم عن أن هذا مستوى الأسعار يمكن هناك دراسة قريبة بعدها بنك باركليز المشهور عن الأسعار تتكلم إلى 20 20-22 أن الأسعار سوف سنة 20 2022 سوف تكون بين 55 دولار و60 دولار صعد وايد الآن قضية الهاندو سوفر اليوم في طبعا كثير من الدراسات تتكلم عن أن هذه الحقول الحقول النفط الصغري وغير الصغري حسب الدراسات الحالية حسب العلم الموجود حسب التكنولوجيا الموجود تعتبر قصيرة العمر لا تقارن مثلا في الحقول التغليدية اليوم ما شاء الله عندنا برقان بالكويتي تاريخ تاريخ ستين 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 سنة أو أكثر هذه الحقول لا تعتبر حقول قصيرة العمر بين ثمن سنوات إلى ثنائز سنة حسب المتوفر من المعلومات لكن هذا قد يتغير في المستقبل هذا تعلمنا في أسواق نحن مرتبطين بالدراسات الحالية شنو قضية الهاندوفر اللي أقصدها الآن إذا استمرنا في الضغط في هذا الاتجاه على الأسعار إلى عشرين اثنين وعشرين تكلم عن خمسين دولار خمسة خمسين دولار ستين دولار في نفس الوقت هناك ازدهار لطاقة المتجددة راح نأتي على اثنين وعشرين عشرين اثنين وعشرين نجد أن الطاقة المتجددة حجم دخولها في خليط الطاقة راح يكون متزايد نعم لذلك هذا راح يعمل ضغط مرة أخرى على أسواق النفطية نعم أضف إلى هذا أن جميع الدراسات الآن العالمية سواء من منظمة الطاقة الدولية أو منظمة أوبيك أو البيوت الاستشارية العالمية جميعها تتحدث بدون أي حرج أن من سيقود طاقة مصادر الطاقة في المستقبل هو الغاز وليس النظر هذا التفكر المستقبلي التنافس راح يكون بين النفط والفحم الحجم سوف تبقى الطاقة المتجددة بحجم أقل من هذه الطاقات بسبب لكن أيضا راح يتغير بس راح تزيد الطاقة النووية كذلك دكتور مشعل إن شاء الله نردي لك بعد الفاصل ونتكلم عننا ثروة نفطية الذهب الأسود إذن مكملين حوارنا مع خبير الطاقة والاقتصاد الدكتور مشعل السمحان دكتور هل فعلا الكويت تحتاج الآن إلى استيراد مشتقات نفطية يعني إحنا دائما دائما يقولون إحنا المنتجين للنفط لكن هل إحنا قاعد نستغل هذا الوضع بشكل جيد يغنينا عن استيراد المشتقات النفطية شوفي أنا أعتقد جواب هذا السؤال ينقسم إلى جزئين الجزء الأول هل إحنا محتاجين نعم والجزء الثاني لماذا إحنا محتاجين فلنحن نستورد بنزين حاليا في خطة لإستوراد البنزين وفي فترات معينة استوردت سعرها مرتفع بعدها من استوردها بعد زيت دعنا نتكلم الآن بعيدا عن الحواطف هذه أمور تحدث في جميع الدول النفطية اليوم نحن نتكلم مثلا دولة جارة مثل إيران تنتج أكثر منها وعندها غاز ثاني أكبر دولة في العالم ودولة تعتبر في ميزان الدول النفطية والدول الطاقة دولة تخرع قوية مع ذلك هي تستورد بانزين فعلا وليسنوات شنو المقياس دكتور المقياس الحسبة الاقتصادية المقياس التنوع اللي هم يبحثون عنه التنوع بمعنى أننا كم مصفات نريد مقابل كم من المواد الخام نريد أن نصدرها كنفط نغاز لذلك أنا أعتقد اليوم الهند أنا أعطيش مثال الهند هي أحد أهم الموردين لإيران بانزين كذلك الإمارات تعتبر أحد الأهم الموردين يعني أفوى دكتور فهذا قصد في عالم الدول النفطية هو أمر طبيعي هو غير هي مش أمر مزعج و يخرق لما نسمع الأمر نشعر بالعجز يعني أفوى دكتور عفواني ليس مجاملات سياسية بين الدول الشراع و أمور هذه هناك خطة كان يمكن الكل يدري قصة مصفات الرابعة أو مصفات الزور أو المصفات الجديدة ليش أنا قاعد أقول هذه الأسامل لأنها هي مرت في مراحل كثيرة هذه المصفات بدأت قصتها في 2000-2001 وحددت ميزانياتها في ذاقي الوقت اليوم نحن هذا يعود بنا إلى السؤال لماذا نحتاج أن نستور تستورد مشتقات نفطية تأخرت المصفات لعدة أسباب منها سياسية ومنها اقتصادية ومنها إدارية لأي سبب كان هذه الأسباب لكن اليوم احنا وصلنا إلى إلى 2017 للمفروض كانت هذه المصفات كوميشين دباي 2008 كانت توقع عن تشتغل لو كانت موجودة في 2008 2008 نعم لو كانت موجودة في 2008 يعني اليوم ما تكلمنا عن استيراد البنزي لكن حدث هذا الأمر وتأخرنا والآن احنا في صدد إنشاء هذه المصفات هذا الموضوع يأثر على مرتبط في مصفات شعيبة مرتبط في مصفات شعيبة مصفات شعيبة تعتبر من أقدم المصافي في المنطقة نعم في الكويت فقط صحيح وهي كانت مخطط لها أن تخرج خارج خدمة منذ فترة خمس سنوات تقريبا أو خمس عقوق تم تأخير هذا الخروج بسبب تأخر مشروع شعيبة إلى أن وصلنا إلى مرحلة التأمين والكلفة وكذا وكذا فلذلك اضطروا الجماعة أن يسكرونها خلاص وصلت إلى الحدود القصوى ما تعطي ما تقدر هل اليوم من يتباك يعني عن على أن سوف نستغرد بانزين لا سمح الله لو إحنا استمرنا سوف يتباك عن فقدان أرواح بسبب مشكلة بسبب لأن هذه أغلبها الوحدات قديمة ووحدات متوالكة الآن نخرج من قضية المنصبات الشعيبة تأخرت فلذلك خرجت هذا خلقت نوع من الفراغ في توفير منتج محلي اضطرنا الآن أن نحنا نوقع عقود باستيراد هناك مشروع الـ CFB اللي هو الـ Clean Fuel Project هذا الـ CFB اليوم سوف يعزز من إنتاج المطاف ما هذا المشروع هذا المشروع مرتبط في تحسين المنتج خصوصا الديزل ليقابل الأسواق العالمية جميل وهذه الأسواق العالمية مرتبطة في مواصفات عالمية وإنت عشان تعزز أن تشارك الماركت شير كذا كذا يجب أن تتوافق مع هذه المواصفات مع الشروط والآن أعتقد هم وصلين إلى اليورو فور يسمونه اليورو فور هو عبارة عن يحتاجون إلى أعتقد أي هو يحتاجون إلى 10 ppm لكي تكون أفضل بيئيا لكي تسمونه الوقود البيئي نعم صحيح تكون أفضل بيئيا فأنت اليوم عشان الكويت تتبيع في هذه الأسواق يجب أن تقابل اليورو فور وهناك أيضا في تطور في بعض الأسواق يريدون أن يخفضوا هذه النسبة إلى 5 ppm أقل تقريبا النص 50% هذا سبب المشروع الوقود البيئي نعم هذا المشروع مرة أخرى تأخر نعم لفترة وكان هذا المفروض يكون منجز وأننا نحتل أسواق من سنوات ماضية يفترض الخطة كانت الآن هذه المشاريع تأخر قد يكون هناك ردة فعل عند بعض الناس الآن وهم يسمعون ما هي الأسباب طبيعي شيء طبيعي يتذمر الأسباب يعني يجب أن يعلم مشاهد الأسباب هي موزعة منها إدارية منها سياسية منها اقتصادية لأن نحمل اليوم مثلا مجلس الأمة هو الذي عرق المشاريع والاستجواء لا لا ليس هذه القضية لأن مجلس الأمة لا يملك إلا أن يسأل أو يستجوب ومتى ما كان الأمر في الطريق الصحيح فلن يأخذ إلا الجواب الصحيح نعم ممتاز لذلك اليوم أنا لن أضع المسؤول لا على المجلس هناك مشاكل إدارية متنوية فأنا تأخرنا في المصفات الرابعة وتأخرنا في المشروع البيئي وهذا الذي أدى إلى احتياجنا الآن إلى الاستيراد ودخولنا في قضية تعويض الحاجة المحلية من الوقت نعم ما شاء الله الوقت يعني خذانا لكن هناك سؤال جدا مهم يعني لو نعرف رأيك في الوثيقة الاقتصادية الوثيقة الاقتصادية أي وثيقة اقتصادية هذا السؤال الأهم الوثيقة التي تهمنا كالشعب الوثيقة الاقتصادية اليوم المتابع الأمر هناك وثيقتين هناك وثيقة الحكومة أعلنت تجميدها نعم وهي التي يعني أعتقد كانت محل خلاف وهناك وثيقة اقتصادية جديدة هم في صدد اعدادها وعرضها للمجلس هذه جديدة ايه فأحنا نتكلم اليوم بالكويت عن وثيقتين نعم فإذا ترجع فينا الوثيقة القديمة أعطيك رأيي فيها الوثيقة الجديدة أنا ما شفتها طبعا فالوثيقة القديمة أعتقد أنا بكل بساطة أنها أعدت بطريقة فيها استعجال كبير هناك كان تركيز على جيب المواطن هناك كانت خطوات متسارعة في هذا الاتجاه لما تكلمنا عن زيادة البنزين لما تكلمنا عن الكهرباء عن الماء هذه كلها مباشرة تمس المواطن ولكن عطلنا قضية تحديد الشراكة محاربة البطالة زيادة فرص العمل هذه الأمور كلها جاءت بالوثيقة الاقتصادية ولكن لم تفعل وما بدأوا بهذه وذهبنا إلى جيب المواطن أنا أعتقد حكمة بدأت بهذا لذلك نحن دائما نقول نحن لسنا ضد الإصلاح ولكن السؤال الأهم بمن يبدأ الإصلاح والإصلاح بالوثيقة الاقتصادية السابقة بدأ بالمواطن وهذا أعتقد هو الخلل الأكبر اليوم فرصة جيدة أن الحكومة انتبهت قد يكون يعني بضغط من المجلس قد يكون بضغط من الشارع الشارع لا دور كان في تأثير على وقف هذه الوثيقة الاقتصادية هذا أمر جيد أنهما انتبهوا واليوم نعيد دراسة هذه الوثيقة ومن الأفضل عرضها بطريقة صحيحة على المجلس وليس بالطريقة التي تم عرضها في المرة السابقة اللي صار فيها لغط حتى النواب اعتقد في بعض المقابلات في نواب مجلس أمة ما يدري أنهم عرضت الوثيقة عليهم بالمجلس وفي بعض النواب يقول لا وديناها اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة المالية الاقتصادية ما ردتها لنا ولما اسأل أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية قالوا لا نحن مو دورنا نردها لكم المجلس دورنا لكننا نحط ملاحظات ونرجعها إلى الحكومة فكان فيه نوع من اللغة الآن اعتقد الحكومة يجب أن تراعي هذه الجزئية بعرض الوثيقة بطريقة صحيحة على المجلس اقرار ما يحتاج أن يكون بقانون وهذا اللي نتوقع إن شاء الله من الجديدة ومراعاة كذلك خطة تطبيق هذه الوثيقة وليس بطريقة العشوائية اليوم معنا هذه الوثيقة جدامي القديمة بس نختم ياك دكتور عشان الوقت بس نهاية يعني أنا أتكلم فيها تقريبا ست ست فصول هم لم يطبقوا منها إلا البنزين والكهرباء والماء أشوى بعد ما رحوا على الستة البنزين شكرا لك دكتور مشعل السمحان خبير الطاقة والاقتصاد على كل هذا التحليل والمقابلة شكرا لك مشكورين يزاكم الله خير واخوي محمد أتمنى ريال مدريد كل التوفيق وحصد الوصول للنهاي ونيو كاسل إن شاء الله في مستقبل الله يسألوك الله يسألوك فأصل وردي لكم بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم